الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الشراط المستقيم شراط الذين أدعمت عليهم غير المرضوب عليهم ولا الضالين آمين ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يبشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أدنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل مواليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت ونستغفرك اللهم ونتوب إليك اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وزلزل أقدامهم وألق في قلوبهم الرعب إنك على كل شيء قدير اللهم دفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والصيوف المختلفة والشدائد والمحاد ما ظهر منها وما بطاد من بلدنا ومحلنا وجسادنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم الله أكبر نهاية الدرس نهاية الدرس نهاية الدرس شكرا